اشتركوا في القناة ان يحقق فوزا غاليا على امبي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منفسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدور المصري الممتاز احرز اهداف الاهلي حسين الشحات ومروان محسن وبذلك ارتفع رصيد الاهلي للنقطة 73 معززا مركزه في صدارة الدوري وجاء الترتيب الجديد لجدول الدوري بعد هذه المباراة كالتالي المركز الاول فريق النادي الاهلي برصيد نقطة 73 المركز الثاني فريق نادي الزمالي برصيد نقطة 66 المركز التالت بيرومتز برصيد 66 المركز الرابع المصري برصيد نقطة 48 المركز الخامس المقاولون العرب برصيد نقاط 47 المركز السادس مصر للمقصة برصيد نقاط 45 المركز السابع الإسماعيلي برصيد نقاط 38 المركز الثامن طلاع الجيش برصيد نقاط 37 المركز التاسع أمبي برصيد نقاط 36 المركز العاشر وادي ديجلا برصيد 36 المركز الحضاشر لإنتاج الحربي برصيد 36 المركز الاثناشر للتحاد السكندري برصيد 36 المركز 13 الجونا برصيد نقاط 36 المركز 14 حرس الحدود برصيد نقاط 35 المركز 15 سموحة برصيد نقاط 35 المركز 16 بيتروجيت برصيد نقاط 34 المركز 17 الداخلية برصيد نقاط 27 المركز 18 النجوم برصيد نقاط 25 في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدين متابعين ولا تنسوا لاعger بالايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا